أحقق النظام الصحي في الكويت ترتيبا متقدما بين الأنظمة الصحية في دول العالم من أبرزها جاهزية المستشفيات ومدى كفاءتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا ويعتبر مستشفى العدان أحد أبرز دعائم المنظومة الصحية في الكويت والذي يعمل على تطويرها من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة خاصة في ظل الأحداث المستجدة والمتعلقة بالوضع الوبائي لنتابع وزارة الصحة تقوم على تحقيق كافة تطلعاتها بما يخدم المنظومة الصحية في البلاد من بينها توفير كافة الخدمات والاحتياجات للمستشفيات التابعة لها لتكون قادرة على مواجهة الوضع الوبائي العالمي تحديدا مستشفى العدان أحد أبرز ركائز المنظومة الصحية الذي أصبح قادرا وجاهزا لأي طارئ في مواجهة المستجدات مستشفى العدان باقي المستشفيات في الكويت جاهز في هذه الاستقبال مثل هذه الجائحة وما زال نفس الاستعدادات والجهوزية حيث أننا حيننا أجنحة في المستشفى للاستقبال الحالات وخصوصا بعد ظهور حالات المتحورة الجديدة في العالم ومايكرون هناك فريق أيضا فريق الباطنية وهو جاهز لاستقبال هذه الحالات في أجنحة الباطنية المعينة وكذلك فريق الحوادث طوالي الحوادث مجهز بكل الاستعدادات لاستقبال في حالة لا سمح الله هذا المتحور الجديد وصل إلى الكويت التطلعات أصبحت هدفا وطنيا يجب تحقيقها ضمن برنامج وطني طموح خصوصا أن المؤشرات الصحية الدولية أكدت سعي البلاد ضمن منظومتها الصحية إلى تنفيذ البرامج والخطط العالمية للتنمية المستدامة المستشفى العدان يتميز عن بغاية المستشفيات بأنه يخدم منطقة ذات كثافة سكانية حالية جدا ومع ذلك فهم العاملين في مستشفى العدان من أطباء وممرضين وإذن يقومون بجهد جبار لاستقبال هذه الكثافة الكبيرة وزارة الصحة متمثلة في جميع المستشفيات التابعة لها تتطلع إلى نظام رعاية صحي وطني قادر على معالجة كل المعوقات الصحية وبناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراد بحياة صحية سليمة لجميع الأعمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر